شدد وزير الخارجية سامح شكري على أن القمة الحالية من مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ هي قمة التنفيذ وتجاوز مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي كما أشار شكري إلى أن الاتصالات المصرية تركزت على موضوعات تسكية الاهتمام بمسائل الخسائر والأضرار قبل الاتفاق على برنامج عمل المؤتمر هذه القمة هي قمة التنفيذ قمة التجاوز التعهدات إلى تنفيذ التعهدات بشكل عملي وبشكل واقعي يكون له تأثير فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف وتعامل مع القضايا الجوهرية قضية التمويل التي تتيح القدرة على تناول قضايا التكيف والتخفيف وأيضا العمل على إدخال إلى برنامج عمل للمؤتمر قضية مطروحة على الساحة على مدى 30 سنة فتركزت الاتصالات الوزرية الغير رسمية على مدار العام لتسكية اهتمام الغالبية العظمى من الدول بهذه القضية وهي قضية الخسائر والأضرار والحمد لله بعد مفاوضات عميقة ومدنية خلال 48 ساعة من قبل فريق التفاودي المصري تم التوصل إلى اتفاق حول برنامج عمل المؤتمر واعتماده صباح اليوم بسلاسة موسيقى